طيب التجربة التانية شباب في المقرر بتاعي النهاردة في مقرر الكيميا العامة عملي اللي هو كيمية واحد اللي هو بعد ما عيننا كسافة المادة سواء كانت مادة سائلة أو صلبة هنعين ازاي نعمل او نقيس اللي زوجة بتاعة السائل في البداية شباب فكرة التجربة بتاعتنا ان انا لو عندي اي سائل اي سوائل بتمشي او بتجري وتسري من مكان مرتفع الى اخر منخفض سرعة سرايانها بتختلف من سائل لاخر بتختلف من سائل لاخر طيب اللي بيأثر على سرعة سرايان السائل هناك يا شباب قوة احتكاك بين طبقات السائل بينها ما بين بعض وهناك ايضا قوة احتكاك ما بين طبقات السائل والوعاء المحتوي على هذا السائل فمثلا لو انا جيت وضعت سائل في انبوبة ضيقة يمكن اعتبار هذا السائل مكون من عدة طبقات متدخلة زي ما احنا شايفين في الرسم بتاعتنا وده بيوضح تحرك طبقات سائل داخل انبوبة ضيقة طيب هذا السائل عندما يجري ويسري في الانبوبة الضيقة يمكن اعتباره محتوي على عدة طبقات طبعا ده يا شباب اللي هو جدار السائل معي دي طبقات السائل اهو ده الطبقات بتاعت السائل دي خلاص اكثرها سرعة الاستوانات الوسطى اللي في النص اللي في النص هي اكتر واحدة بتبقى اسرع واقلها سرعة الملازمة للجدار الملازمة للجدار طب ليه يا شباب لاننا اللي في النص دي هناك قوة احتكاك بينها ما بين جزيئات السائل او طبقات السائل السائل لكن اللي على الاطراف يا شباب او الملازمة للجدار بتحتوي على او بتتعرض لي احتكاك قوة احتكاك ما بين جزيئات السائل ما بين جدار الامجوب وايضا بتاع هناك قوة احتكاك ما بينها ما بين جزيئات السائل الملازقة لها طيب الاحتكاك بين طبقات السائل يعبر عنه باللزوجة باللزوجة وهي التي تعمل على مقاومة الحركة تعمل على مقاومة الحركة ولذلك كل سائل بيختلف من سائل لسائل السرايان بتاعه اه نتيجة لاختلاف اللزوجة بتاعته طبعا برضو زي ما والتلك اللزوجة خاصية فيزيئية تختلف باختلاف درجة الحرارة نيجي نعرف اللزوجة اللزوجة هي المقاومة التي يمكن ان يبديها جزء من سائل لسرايان جزء اخر منه يعني هي المقاومة اللي بتحصل بين جزيئات او طبقات السائل اثناء السرايان بتاعه او هي المقاومة التي تلاقيها طبقة من السائل اثناء سرايانها مقابل طبقة اخرى ولذلك لو تفتكر نحن في الخطوة اللي قبل كده او الشرح اللي قبل كده احنا قلنا ايه ان احنا لو جبنا سائل وضعناها داخل انبوبة ضيقة الطبقات الوسطى من السائل هي الاكسر سراح ليه لانها تتعرض بس لاحتكاك ما بينها ما بين السائل لكن الملاسقة للجدار بتتعرض ليه مقاومة من السائل ومقاومة ايضا هناك ايضا قوة احتكاك ما بين جدران الانبوبة طيب اه معامل اللزوجة يا شباب تعريف معامل اللزوجة هو القوة بالضايم اللازمة لتحريك طبقة من السائل مساحتها واحد سنتيمتر مربع بسرعة قدرها واحد سنتيمتر لكل ثانية على طبقة اخرى من السائل والمسافة بينهما واحد سنتيمتر ابقى اخدنا تعريف اللزوجة وده تعريف معامل اللزوجة ايه الوحدة بتاعة معامل اللزوجة البويز ده وحدة معامل اللزوجة برمز له بالرمز برمز للمعامل بالرمز ايه ايه يا شباب خلاص يستخدم الجهاز او الاداة المستخدمة في تعيين اللزوجة الفيسكو ميتر الفيسكو ميتر الفيسكو ميتر ده اللي انا بستخدمه لقياس اللزوجة وهو عبارة عن انتفاخين زجاجيين على شكل حرف يوم حيث نحسب زمن مرور السائل خلال الانبوبة الشعرية لاحظ عزيز الطالب انه كلما زادت الكسافة زادت اللزوجة يعني الكسافة بتتناسب تناسب طردي مع اللزوجة خلاص هناك ايضا قوة احتكاك مع جدار الانبوبة وايضا قوة احتكاك ومقاومة بين جزيئات السائل كما وضحنا في الشكل السابق ده يا شباب الرسمة بتاعة الفيسكو ميتر او ده الجهاز بتاع الفيسكو ميتر عبارة عن انتفاخ انتفاخ اهو زجاجي او انتفاخين زجاجيين على شكل حرف يوم في انتفاخ آآ واسع شوية والانتفاخ التاني دي ده الانتفاخ الواسع ده الانتفاخ الدي طيب هلاحظينا في آآ 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 انبوبة شعرية يا شباب موجودة طيب انا عندي آآ السائل بقى تم وضع السائل من خلال هذه الفتحة وليكن مقدار حجم معين من السائل المرطعين لزوجته وبعدين باجي بالمصة بسحب من الطرف ده بحيث ان انا ارفع كمية السائل بمقدار اعلى من النقطة ايه يعني مسلا ارفعه لغاية هنا مسلا خلاص يا شباب وهبقى يبقى معي آآ ساعة ايقاف مجرد ما السائل طبعا اغطي الانبوبة من فوق هنا يا شباب بالسبابة بتاعت ايدي وبعدين لغاية لما سيب السائل ينسى بالنقطة ايه ابدأ افتح الاستوب ووتش او ساعة الايقاف واحسب الوقت اللي هيستغرقه مرور السائل من النقطة ايه الى النقطة بيه يعني انا بحسب زمن الانسياب فيه خلال آآ الفترة دي طبعا آآ زمن الانسياب بتاع السائل هيختلف من سائل الى سائل اخر طيب وبخياس الزمن الذي يستغرقه السائل للانسياب خلال زمن معين آآ وبمقارنته مع سائل آخر معلوم اللزوجة وزمن انسيابه يمكن ايجاد لزوجة السائل برمز لها بالرمز ايه يبقى ايه تا وان دي اللي هي عبارة عن لزوجة السائل الاول المجهول بتاعي ال ايه تا تو لزوجة المياة المياة اللزوجة بتاعتها معلومة هي تسعة وتمانين من مية بويز ادي وان كسافة السائل الاول اللي هو المجهول وانت بتجيبها في التجربة السابقة اللي احنا خدناها ما تنساش الكسافة وحدتها جرام لكل سنتيمتر مكعب الدي تو كسافة المية وما تنساش احنا جبناها عمليا برضو في التجربة السابقة التي وان زمن انسياب السائل الاول اللي هو المجهول والتي بالثانية شباب بالثانية خلاص الزمن بالثانية والتي تو زمن انسياب المية وبرضو انت في التجربة العملية بتاعت اللي زوجها بتعرف الزمن اللي بيستغرقه انسياب السائل المجهول اللي انت عايز تعين لزوجته والسائل الاخر اللي هو المياه الادوات والمواد اللي انا هستخدمها هستخدم المواد او السوائل اللي انا عايز اعين اللزوجة بتاعتها اسيتون مياه كحول معايا محتاج مص عشرة ملي محتاج قرورة غسيل ماء مقطر ساعة اليقاف والفيسكو ميتر اللي انا بستخدمه يا شباب واللي احنا لسه شايفين صورته في الشرايح اللي قبل كده فيسكو ميتر ده اللي انا بستخدمه في قياس اللزوجة الرقم ستة يا شباب البيكنو ميتر للقياس الكسافة انت بالفعل انت في التجربة السابقة عينت كسافة مثلا مادة زي الاسيتون مع مادة تانية وعينت كسافة مادة تانية زي المية سوائل خلاص فلو انت عينتها قبل كده فانت خلاص مش محتاجها هنا تاني ايه خطوات العامل يا شباب رقم واحد هننظف الفيسكو ميتر آآ بالمية بعدين بننظفه بالاسيتون وبعدين بنجففه زي ما عملنا في البيكنو ميتر في تجربة الكسافة هنضع حجمه معين من السائل المراد تعيين اللي زوجته وليكن عشرة سنتيمتر مكعب في جهاز الفيسكو ميتر في الانتفاخ الكبير بعدين بواسطة ماصة هسحب السائل عن طريق الانبوبة الشاري للجهاز حتى يمتلي الانتفاخ الاصغر يا شباب آآ ويصبح السائل مستوى السائل فوق العلامة ايه هسمح للسائل ان ينساب الى العلامة ايه وهسبته بوضع السبابة على الفواهة وبعدين هجهز ساعة ايقاف لو ما معدش ساعة ايقاف استخدم الجوال واحسب الزمن وليكن هرمز له والرمز تي وان الذي يستغرقه السائل الاول المراد تعيين لزوجته آآ من النقطة ايه الى النقطة بين هكرر نفس الخطوات دي مع نفس السائل عدة مرات ليه يا شباب بكرر كده عشان اتلاشى على قدر الامكان نسبة الخطأ يبقى النتائج اقصر دقة معايا وبحسب الزمن وبسجله اللي استغرقه السائل من النقطة ايه الى النقطة بين طيب هكرر الخطوات دي برضو يا شباب مع محاليل اخرى ومع سوايل اخرى المراد تعيين قياس لزوجتها وبسجل النتائج في جدول ده القانون اللي بعين بيه اللي زوجة النسبية لسائلين انا عندي ايتا وان اللي هو اللي زوجة السائل الاول ايتا تو لزوجة السائل الثاني دي وان كسافة السائل الاول التي وان الزمن اللي يستغرقه انسياب السائل الاول الدي تو الزمن اللي يستغرق آآ دي تو اللي هو كسافة السائل آآ الثاني التي تو الزمن اللي يستغرقه انسياب السائل الثاني طيب ده اللي زوجة النسبية اما اللي زوجة المطلقة لو انا عايز اعين لزوجة مطلقة لسائل وليكن زي الاسيتون مثلا فانا عندي هقول ان اليتا وان لزوجة هذا السائل اللي هو الاسيتون مثلا بيساوي الدي وان اللي هو كسافة السائل الاول اللي هو الاسيتون في تي وان اللي هو الزمن الذي يستغرقه انسياب الاسيتون في اليتا تو اللي هي لزوجة السائل الساني اللي هو المية في يا شباب والمية معلوم عندنا زي ما احنا قلناها من شوية معلوم اللزوجة بتاعتها طيب اللي هي تسعة وتمانين من مية والدي تو اللي هي كسافة السائل الثاني اللي هو المية وده برضو معلوم والتي تو يبقى كله معلوم يا شباب معنا اقدر اجيب اللزوجة المطلقة لهذا السائل هنسجل النتائج في جدول ويمكن استخدام اكثر من سائل احنا استخدمنا مثلا في التجربة العملية المية والاستون عايزت تحسب وتقيسي اللزوجة لسوايا الاخرى يمكنك عزيز الطالب بنفس هذه الطريقة